تعال نروح لحاجة مهمة جدا شوف احنا كنا بنتكلم على دمياط وبنتكلم على الصناعة وبنتكلم على الخبرات والمهارات الفنية لاخواننا الضميطة وصناعية الموبيلية في مصر كلها حاجة عظمة جدا تعال نشوف علشان قدر اعمل كل ده اكيد مما لا شك فيه عاوز انام صناعة يبقى لازم اطور الخبرات الفنية بتاعتي ولازم اشوف يعني ايه اطور الخبرات الفنية بتاعتي في اطار ان الدولة تشتغل على ده يبقى الدولة اكيد لازم هتشتغل اكتر على تطوير التعليم الفني المدارس الفنية المتخصصة هتلاقي انه الحقيقة مشكور جدا 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 وكأنهم يشعرون ان احنا النهاردة هنتكلم على صناعة الاثات المركز الاعلامي المجلس الوزر والله وكأنهم يشعرون انهم ما يعرفوش نحن نتكلم على صناعة الاساس وتطويرها وما الى ذلك فتجد انه المركز الاعلامي المجلس الوزر حيئة مشكورا عمل تقرير معلوماتي رائع ضمن سلسلة اسمها زي ما انتم عارفين اين كنا وكيف اصبحنا طب السلسلة النهاردة لو صح تعبيري عن الحلقة او في هذا الجزء بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على التعليم الفني كورافت شديد الاهمية لامداد سوء العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة وازاي التعليم الفني بالطريقة دي فعلا يحقق الطفرة الملموسة اللي كلنا نفسنا فيها في مسيرة اصلاح منظومة التعليم الفني بشكل عام والصناعة بشكل خاص تحسين الجودة بتاعت هذا التعليم بشكل عام والصناعة بشكل خاص بحيث ان احنا نبقى متوافقين مع معايير الجودة في العالم ايه اللي حصل خلال تسع سنين؟ البس النظارة ونشوف الشاشة وهم يدوب عشر صفحات مش هطول عليك والطول بس مش هطول الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم الفني شوف يا سيدي تقرية تنمية البشرية الصدر عن الأولى المتحدة كان بيقول انه زمان لحد 2010 ده رأيهم هم لحد 2010 بيقول يا جماعة التعليم والتدريب المهني ما قدوش الى شيء تقريبا في مسألة النهوض بالمهارات للمستوى اللي بيؤهل الشباب ويدفعهم للبحث عن عمل في الاقتصاد الصناعي المنظم بصناع كبرى يعني لكن شوف هما بيقولوا ايه سنة 21 مش 22 ولا 23 سنة 21 بيقولوا انه الحكومة المصرية ادركت اهمية التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات سوء العمل وحصل توجيه اهتمام توجيه بالاهتمام بشكل خاص لتطوير منظمة التعليم الفني وخدوا الحكومة يعني خدت خطوات جدة ده كل ده كلام الأمم التحدة ده تقرية تنمية البشرية ان الحكومة المصرية خدت خطوات جدة لتحديث التخصصات والارتقاء بمستويات الجودة وتطويع المخرجات علشان تتوافق مع متطالبات فرص سوء العمل تيجي مجموعة اكسفورد بتقول سنة 2014 بالتحديد ان نظام التعليم في مصر عنده تحديات كبيرة وانه فيه احتياج شديد وملح لتطوير المناهج وتطبيق التكنولوجيا وتحسين التدريس طبعا ده غير اعداد الخارجين لمتطالبات سوء العمل لكن جمس سنة 22 وغيروا رأيهم تماما وقالوا اصبح التعليم من الاولويات الاساسية للدولة المصرية وحصل بالفعل العديد من التغيرات واسعة النطاق ده اكسفورد للاعمال هم اللي بيقولوا وانه الدولة في مصر ركزت على التكنولوجيا والمهارات وان مصر فعلا خدت خطوات على حد تعبيرهم ملموسة لاصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهدي فتش بقى كانوا بيقولوا سنة 2014 هناك قدر كبير من عدم التوافق ما بين المهارات اللي بتطلبها سوء العمل والمهارات اللي بيتم تدرسها في المدارس المصرية لكن جمس سنة 22 وغيروا رؤيتهم تماما وقالوا مصر قدمت استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني طيب ايه يا جماعة الكلام ده قالك ده من خلال تطوير المناهج تطوير البرامج التدريبية والأكاديمية تدريب المعلمين تطوير مهارات المتعلمين لما بقى الطلبة في الحالة دي من خلال تطوير ورش العمل والتدريب المعني تعال نشوف الصفحة التانية بتقول ايه العجيبني جدا ان ده كلام جماعة الأجانب او الله اصلا يكونوا مقولكوا حاجة تقولولنا اصلا انتم اللي بتقولوا يا عمي احنا ما بتقولش حاجة من دماغنا واحنا عمرنا ما هنتحك عليك وانا ما هنتحك علي نفسنا عشان ما سنبقى فاهم يعني طيب البنك الدولي بيقول ايه بيقول ان مصر خدت خطوات حقيقية وجدة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني وانهم ربطوا ده باحتياجات السوق واستخدمت مصر وسائل من شأنها تدعيم المهارات الأساسية للطلاب ده البنك الدولي طب تعال نشوف الجماعة الأوروبيين دول بتقول معيير الجودة الفائقة الحقيقة مؤسسة التدريب الأوروبية بتقول الآتي بتقول مصر بتعتبر اكبر شريك للمؤسسة في المنطقة بأسرها وانه خلال الفترة الاخيرة دي مصر ادخلت العديد من الاصلاحات في نظام التعليم الفني واشتغلت بمناهج جديدة قائمة على الكفاءة ليه؟ علشان تلبي متطلبات سوق العمل طيب يجي بقى صندوق النقد احنا قلنا في أول واحد كان البنك تعال بقى على الصندوق صندوق النقد اي للايتي؟ قال مصر بتدي أولوية للاستثمار في التعليم والتدريب مصر بتدي أولوية في الاستثمار في ايه؟ في التعليم وفي التدريب ده الصندوق اللي بيقول طيب وانه ده تبقى لصندوق النقد ده اللي هيساعد على الموأمة ما بين مهرات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل فتعملت بقى الجامعات التكنولوجية واللي بتقدم برامج التدريب المهني اليونسكو بيقولوا ايه؟ بيقولوا مصر أدراكت أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهم في تأهيل عدد كبير جدا من الشباب منظمة العمل الدولية بتقول انه نظام التعليم الفني والتدريب المهني الجديد في مصر أصبح واحد من أكبر أنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقي وبيضم العديد من المؤسسات المختلفة اللي بتقدم مجموعة واسعة من برمجة الطلاب تعرفيني بيقولك الكلام ده ليه ولا لأ؟ بيقولك الكلام ده علشان أنا بيقولك دخل عيالك المدارس دي اللي يعنيك انت كمشادي تقولي يا عمي يوسف هاته صفحة ثلاثة بالمرة يعني يا عمي يوسف أنا يعنيني إيه؟ أنا يعنيني إيه؟ أقولك يعنيك والله عندك عيال في الإعدادي أنا بيقولك دخل عيال مدارس دي وبالذات المدارس الجديدة فيه مدرسة الاتصالات ومدرسة الأجهزة الإلكترونية ومدرسة التليفونات المحمولة ومدرسة الشاشات والتلفزيوات الجديدة ومدرسة المدارس بقت فيه كم مدارس مهولة بالمناسبة المدارس دي ببلاش مش بفلوس أنت ما بتدفعش فلوس خالص المهم إن الولد أو البنت يتقبلوا طيب تعالي بقى نشوف المؤشرات الدولية الخاصة بتعليم الفني والتدريب المهني بتقول إيه؟ مصر نطط 32 مركز لحد 2017 كنا في الـ 113 بقينا رقم 81 طيب تعالي نشوف كده في مستوى التدريب بتاع العاملين نططنا كم مركز؟ 64 مركز لأنه لحد 2017 كنا رقم 107 ده على مستوى الدنيا فبقينا إيه بقى؟ آه ده احنا بقينا 43 طيب تعالي نشوف ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد ما أنت كم وقت تيجي تقول إيه؟ يعني أنا رب أدخل العيال في المدرسة يا طرح يلاقوا شغل أقول لك آه طبعا طبعا بدليل إيه؟ نحنا نطينا 42 مركز ده أنا كنت 117 وبقيت 75 ده معناه أنه أنا ربطت النوع ده من التعليم بالسوق بالشركات بالمصانع فالعالي شغالة شغالة طيب تعالي نشوف في التقدم بتاع بقى إيه؟ التدريب المستمر هل أنا بعلم العيال وبضرب بس؟ وخلاص على كده؟ طيب هل عند السادة المعلمين بدربهم مرة وشكرا؟ لا التدريب مستمر طيب التدريب المستمر ده بقى أنا لي فيه ترتيب أيوة بص يا سيدي زمان أنا كنت رقم 128 دلوقتي بقيت 98 بقى أنا نطيت كم مركز؟ 30 مركز طب تعالي نشوف بقى المهارات المهنية والتقنية المصريين يا شطار ونصحين وأزكية يعني يعمل لك أي حاجة ده فعلا بس أنا بقى بعملها زي دلوقتي بالعلم طب أنا كنت إمتى؟ كنت زمان رقم 69 دلوقتي أنا بقيت 51 بقى أنا نطيت كم مركز؟ 18 مركز يا سيدي تعالي نشوف حاضر يا سيدي تعالي بقى نشوف في مؤشر سهولة الحصول على العمالة المهرة أنا كنت رقم 68 دلوقتي بقيت رقم 30 فأنا نطيت كم مركز 38 مركز لأنه أصبح فيه عندي عمالة ماهرة العمال المهرة زي ما بتقات متعلم مزبوط متضرب مزبوط التدريب مستمر هو زكي ونصح فأنا نطيت لفوق ولسه تعالي أوري لك صفحة 6 على سبيل مثال ده صفحة برضو مهمة جدا بص يا سيدي شوف بقى المناهج والمعلمين هل المسألة الطالب يعني هيتعلم كده الله يعني لا لازم يكون عندي مناهج متطور ولازم يكون عندي معلم ما شاء الله عليه شاطر وقدها وقدود بص يا سيدي بقى تمانين في المية نسبة تطوير البرامج ولمناهج الدراسية طيب ده وفقا لإيه حاجة اسمها الجدارة المهنية ومخطط إن احنا ننتهي من التطوير كله بإذن الله مية في المية في العام المالي 24-25 يعني ببداية يوليو ربنا يدينا العمر جميعا سنة 25 نبقى عملنا كده مية مية طيب أنا عندي سبعين ألف من هيئات التدريس والتوجيه اتدربوا والتدريب مستمر ما تنساش الصفحة اللي قبلها دي لكنا بنتكلم فيها والتدريب مستمر على إيه على طريقة التدريس واستراتيجياته وفعليته ووسائل التقييم عشان أطلع الطالب بتاع عشرة على عشرة طيب بص بقى المدرسة اللي بتخدم المشروعات عندك مدرسة متخصصة عزيز المواطن تاني السنة دي أظن كده خلاص السنة الجاي يعني عندك بقى ولد في الإعدادية بنت في الإعدادية تاني إعدادي أولى إعدادي شوف وبالمناسبة المهن دي مقرشة مدرسة البترول حلو؟ طيب عندي مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية هيطلع بيشتغل في المفاعلات النووية تخصص شديد النضرة بفلوس كتير قوي أولا هيقبو دكتر من ندا دا ما شاء الله عليه طيب الطاقة الشمسية اللي هي الطاقة الجديدة طيب المدرسة الفنية بقى إيه؟ بتاعة المعدات التقيلة اللي كانت بتتصنع في بلاد برة فيبقى أنا عندي الطلبة الشطرة يبقى أنا عندي مدرسة للبترول عندي مدرستين للطاقة النووية عندي لا دا أسف دا مش العدد الترتيب مش العدد وعندي مدارس نقول لك هناك مدارس مش مدرسة واحدة مدارس للبترول ومدرسة للطاقة النووية اللي في الضبعة وعندي مدارس للطاقة الشمسية عندي مدارس للمعدات التقيلة عندي مدارس بقى اللي هي بتاعة إيه؟ الناس اللي هتشتغل في محطات المعالجة محطات مية الشرب محطات التحلية محطات الصرف الصحي بس بالتقنيات الجديدة بالتكنولوجيا الجديدة الأحدث في العالم طب وانا عندي كمان المدارس بتاعت النقل النهري بالقاهرة اتفرد بقى على منظومة نقل النهري ما اقولكش تعال اخد اللي بعده انا باجري اهو ايوه شوف انا على فكرة اللي انا قلتولك ده مش كل المدارس في مدارس متخصصة في صناعة التليفونات المحمولة مثلا ومدارس متخصصة في يعني هحكي لك انا جاي لك انا جاي لك او الله بص بقى المركز بتاعنا عندنا مركز اسمه مركز التميز القطاعي لتأهيل الطلاب بشكل كامل لسوق العمل طيب المركز ده اللي هو ايه يعني اقولك ده مدرسة ومركز لتدريب المدرسين والخرجين والعاملين طيب الطلاب يقدروا يلتحقوا بيه امتى بعد ما ياخدوا الاعدادية طيب مدة الدراسة قد ايه ثلاث سنين حلو ده طيب تعال نشوف مراكز تميز قطاعية تم افتتاح انا عندي مركز تميز اسمه مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية اشتغلوا في ايه بقى ميكانيكا صيانة واصلاح كهرباء تحكم قالي تشغيل معادن طيب فيه شراكة اه فيه شراكة اللونات دول هيشتغلوا عشان يدرسوا عشان يشتغلوا تعال نشوف غرفة الصناعات الهندسية شركة سيمينز موبيلتي كلمني عن الالماني شركة دي ام جي موري شركة طونتا موتورز شركة بافاريا مصر شركة عظيمة جدا الشركة المصرية للصناعات المغازية للسيارات طب تعال نشوف بقى مركز قطاع السيارات اللي في العمور ده بي اهل الطلاب في تخصصها بتاعة اصلاحها هيك الى العربية دهن العربية الميكاترونيكس باعت العربية طب شركة مع مين شركة مع غبور اوتو شركة مع مين تاني شركة مع منصور اوتو تعال اتقرب مدرسة تشتغل تعال ناخد اللي بعده الله العظيم كلام دلع خشيلي بقى على الجامعات طيب خلصنا المدرسة اقدر اخش الجامعة بعدها من المدرسة دي اه طيب ولو ما دخلتش المدرسة دي ودخلت السنوي العادي اللي هو السنوي العام مسلك بالمناسبة انا عرف ناس كانوا في الشهادة البريطانية اي جي اول سنة وده بجد مش هزار وطلب من والده نقله لمدرسة من المدرسة الجديدة اللي انا كنت بقولك عليه مهم طيب افرد انا بقى ما دخلتش المدرسة دي او دخلتها وعايز اكمل جامعة عندي عشر جامعات تكنولوجية مخصوص جمعة القاهرة الجديدة التكنولوجية طيب وجمعة الدلتة الجديدة التكنولوجية وجمعة بني سويف وجمعة ستة اكتوبر التكنولوجية وبرج العرب وشرق بورسعيد وطيبة وقسيوط الجديدة وسمنود وجمعة مصر التكنولوجية دي ولاي عشر جامعات طيب انا عندي درجات علمية بتمنح هذه الجامعات طبيعية واحد انا عندي الدبلوم فوق المتوسط وعند الباكاليريوس وعند الماجستير وعند الدكتوراه كل سنة وانت طيب هل بس كده؟ لا ولسه أخيرا وليس أخيرا خلاصات زي ما بقوله كده في عالم الصحافة والتأليف الأكاديمي هتقولنا صفحة عشرة خلاصات بعد إذنكم مستسيدي بقى ثلاث كليات تكنولوجية موجودين لأول مرة بننشئ جامعة تكنولوجية بتضم المدارس والكليات اسمها جامعة مصر التكنولوجيات الدولية اللي قلت لك عليها في الآخر دي بص بقى فيها كلية التكنولوجيا بالقاهرة كلية التكنولوجيا بالفيوم وكلية التكنولوجيا المصرية الألمانية فأسيوت قلب الصعيد عندي المدرسة السنوية التكنولوجية دي ثلاث سنوات مدة الدراسة فيها أخذ منها الدبلوم المهني في التكنولوجيا وعندي الكلية التكنولوجية المتوسطة دي الدراسة فيها ساناتين اخد منها الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا وعندي حاجة اسمها كلية التكنولوجيا المتقدمة سنتين اخد منها البكالوريوس المهني في التكنولوجيا انت متصور يعني لو ده خدت 3 في 2 ادي 5 في 2 ادي 7 انت لو خدت المتاع كلها بس انت تقدر تدرس كل واحدة على حدة انقرت طيب تعالي ناخد بقى الجامعة ليها حاجة اسمها البرامج الدراسية اللي بتخدم الصناعة بتخدم الصناعة في المنطقة المحيطة بيها جغرافيا فاذا كنت في القاهرة اذا كنت في الفيوم اذا كنت في اسيط فهتلاقي تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية تكنولوجيا السيارة تكنولوجيا المعلومات الصناعات الهندسية عزيز المواطن عزيزاتي المواطنة في حاجات كتير حوالينا يمكن كتير مننا مش واخدين بالنا منها بس الحاجات دي حلوة مدارس حلوة جامعات حلوة اشتغل منها مباشرة اخد منها ارشين حلوين عرفتي بقى ايه الفايدة بتاعة الانفو جراف دا مش بس ان انا بقولك كلام انا بقولك دوس ترجمة نانسي قنقر